السلام عليكم ورحمة الله ما تيجو نعمل طاصة السجوء الاسكندراني الخطيرة دي اللي كلنا حناكل صوابعنا وراها اول حاجة هنسمي بالرحمن ونجيب طاصة فاطية ننزل بيها على النار ونسيبها تسخن معانا جدا بدون اي مواد دهنية زي ما احنا شايفين كده هننزل فيها بنص كيلو من السجوء البلدي الحلو ده يكون فرش كده ولذيذ لو عندك مجمد حسيبيه بس يفك كده شوية صغيرين وبعد كده تبتدي تنزلي بيه على الطاصة بتاعتك علشان ياخد صدمة كده من حرارة الطاصة هنحضر بقى بصل جوليان وفلفل الالوان الالوان المتوفرة عندك ده فيها وكمان طماطم متقطعها كده زي البصل هنسيبهم على جنب الحد ما نشوف هنعمل ايه اول حاجة بنبتدي نشوح في السجوء بتاعنا في المواد الدهنية اللي نازلة منه كلنا عارفين ان السجوء بيبقى فيه نسبة كبيرة من الدهون وعلى حسب المكان اللي بيعمله فيه ناس بتزود الدهون قوي وفيه ناس بتخلي الدهون اللي في السجوء خفيفة شوية ولو انت اللي بتعمليه مثلا بالطلب ممكن تقوليله على طلبك عايزاه فيه نسبة من الدهون او عايزاه لحمة حمرة بس السجوء بتاعي واضح كده انه هو مفيش فيه دهون فانا هبتدي اضيف معلقة واحدة من الزيت علشان تساعد السجوء بتاعي انه هو يتشوح معايا وياخد لون حلو ويبقى لامع كده وكمان تساعده انه هو ينزل الدهون اللي فيه وما يتحرقش من برا كده ويبقى لونه ماطفي هبتدي اقل فيه من جنبي للتاني لحد ما ياخد اللون البراون الخطير والريحة بتاعته بقى وريحة البهارات الجميلة تطلع طبعا كل مكان بيبقى ليه تدبيلة معينة في السجوء بتاعه يعني لو جبتيه من اكتر من مكان كل مرة هتلاقيه ليه نكهة مختلفة لان كل مكان او كل جزار او كل ماركت بيعمله بطريقة معينة وبتدبيلة معينة هو بس اللي يعرفها ابتدى ياخد اللون ما شاء الله تبارك الرحمن من كل الجوانب كده لازم نفضل نقلب فيه شوية لحد ما لونه يبقى تحفى جدا واي مكان مش متحمر نحمره كويس جدا شايفين معي ده اللون اللي انا عايزاه اللهم بارك بابتدي اشيل بقى السجوء بتاعي على طبق جنيبي كده شايفين كمية الدهون اللي نزلت منه انا ما اضفتش جير معلقة واحدة من الزيت والكمية دي هي اللي نزلت معايا هبتدي انزل بقى بالبصل لانه هو اكتر حاجة هتاخد وقت شوية وانا عايزة البصل ياخد تشويحة كده حلوة مش بحب البصل يكون ناية مع السجوء ولا الكبدة بحب اديله تشويحة كده قبل ما يدخل مع باقي المكونات في نفس الزيت او الدهون اللي نزلت معايا بشوحه لحد ما ياخد لون خفيف يعني البصل بتاعتي تتبل وتتكرمل كده وتبقى لونها شفيف بتبقى طعمها حلوة جدا وبتدي تسكيرة كده جميلة وطعمه مميز للسجوء بتاعنا ما شاء الله تبارك الرحمن ريحة تحفة ريحة الدهون اللي نزلة من السجوء بتتديلة بتاعته مدية ريحة خطيرة جدا وانا بقلب في البصل انا مش حطتش لسه اي توابل ومش حط توابل غير لما شوف الطعم معايا هستمر بالتقليب كده كمان دقيقة لحد ما البصل يوصل للشكل اللي احنا شايفينه ده وأبتدي أوسع مكان كده وانزل بتلت فصوص من التوم مهروسين وأبتدي أقلب فيهم كده على نفس الدهون اللي عندي شايفين الدهون اللي عندي ما تسكرش وأنا ما أضفتش يهر معلقة واحدة وأقلب فيه لحد ما ريحة التوم تبقى حلوة وأدخله بقى مع البصل وبعد كده بنزل بالفلفل للألوان وكل ما تقطري الألوان عندك أحمر وأخضر وأصفر بيعلي القيمة الغذائية وبيبقى شكل الطبق بتاعك تحفة جدا هقلب بعد ما حطيت الفلفل هنزل بالسجوء بتاعي اللي أنا مشوهها قريدي كده وشكله لونه تحفة وريحته كمان بالتدبيلة بتاعته خطيرة جدا آخر حاجة بنزل بيها الطماطم دايما بخليها للآخر علشان الصوص بتاعها بقى ينزل مع المكونات بتاعتي ويعمل لي صوص حلو ويسوي لي كمان السجوء تسوية كاملة من جوه ومن برا هبتدي آآ أغطي بقى على الطاصة بتاعتي بعد ما أضفت كل الخضار وأسيبها كده دقيقتين تلاتة لحد ما المكونات كلها تدوب مع بعضها كده الطماطم والفلفل والبصل يدخلوا مع بعض كده ويعملوا المكس الحلو بتاع الطاصة بتاعتنا في الوقت ده طبعا بعد ما سيتهم شوية مع بعض بدوق السجوء بتاعي علشان أشوف آآ محتاج توابل أو لأ أنا دقته حسيت أنه هو التوابل بتاعته مزبوطة جدا مش محتاج جير رشة خفيفة جدا من الملح آآ طبعا عشان نتبل بيه الخضار اللي احنا حطيناه لكن التوابل عندي مزبوطة فأنا مش هضيف أي حاجة لفلفل ولا أي بهارات تانية التوابل بتاعته مزبوطة جدا آآ خلاص كده أسيبه ياخد دقتين اتنين وبعد كده بطفع عليه وكده يبقى عملت طاصة السجوء الإسكندراني الخطيرة السجوء الشرقي الخطير ده اللي طعمه مميز جدا ورحته قلب الدنيا الطاصة دي تتقدم زي ما هي كده مش لازم تغري فيها خالص شكلها حلو وطعمها مميز ممكن تدي لها بس رشة من البقدونس وتقدميها جنب مكارونا بالسلسة أو تتقدم جنب رز أصفر رز بسمتي أو كمان تتكل بالعيش وأنا شخصيا بحب أكلها بالعيش البلدي فيه ناس بتحب تكلها بالفينو طعمها مميز في كل حالتها أكل سهلة وسريعة ودماء خفيف كده تعمليها غدا تمشي تعمليها عاشة لذيذة جدا من الأكلات اللذيذة لو أنت مستعجلة وعايزة تعملي حاجة سريعة مفيش أسرع من كده ولا ألز من كده كده أنا خلصت الفيديو بتاعي النهاردة أتمنى يكون نال أعجابكم لو أعجابكم الفيديو وأول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات كتير حلوة وميزة وختاما سبحانك اللهم وفي حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في حفظ الله